في مسار مختلف عن مسار شقيقه الذي كان هدفه قتل الأبرياء والإخلال بأمن الناس حصل مراد العشراوي شقيق نجيم العشراوي أحد منفذي هجمات بروكسل على الميدالية الذهبية في بطولة التايك ويندو الأوروبية إذ يستعد مراد لتمثيل بلجيكا في أولمبيات ريو دي جانيرو والتي ستقام في البرازيل وفي مؤتمر صحفي بعد هجمات بروكسل ذكر مراد أن شقيقه نجيم كان لطيفا وذكيا ولم يبدي أي مظهر من مظاهر التطرف قبل أن يسافر إلى سوريا في 2013 لتنقطع بذلك جميع اتصالات الأسرة عن نجيم البطل مراد لم يرد الإسراف كثيرا في الحديث عن أخيه والإرهاب وردد أنه مثال للشاب البلجيكي يمكن أن يجد فيه الآخرون جوانب مشرقة لأمثاله من الشباب الذين لم يجدوا فرصته ولا ينتبه الناس لآمالهم وطموحاتهم وفي السياق متصل أشار محققون إلى وجود علاقة تربط نجيم بين تفجيرات بروكسل وهجمات باريس التي شهدتها العاصمة الفرنسية في نوفمبر الماضي مخلفة بذلك مقتل 130 شخصا جابر الجودي العربية